التقى رئيس المجلس السياسي لأنصار الله صالح الصماد اليوم بصنع الوفد السياسي الذي زار مؤخرا عددا من الدول العربية والإسلامية والوفد الذي يضم الأمين العام المساعد لحزب الحق الدكتور ياسر الحوري والأمين العام المساعد لحزب البعث العربي الاشتراكي محمد زبيري ورئيس الدائرة السياسية الاتحاد القوى الشعبية محمد النعيمي استعرض اللقاءات والفعاليات التي قم بها خلال الزيارة لكسر الحصار السياسي والإعلامي المفروض على اليمن وتوضيح بشاعة جرائم العدوان التي ادمر البنية التحتية لليمن وكذلك الصمود الأسطوري الذي سجله اليمنيون على مدى أكثر من عام ونيف رئيس المجلس السياسي لأنصار الله أشهد بهذه الجهود الوطنية المثمرة والبناء والتي نقلت حقيقة ما يتعرض له الوطن لأكثر من بلد مثمنا هذا العمل النوعي الذي قامت به القيادات السياسية وفتحت من خلاله آفاقا للتواصل مع مختلف القوى العربية والإسلامية بما من شأنه خلق رأي عام شعبي عربي وإسلامي يناصر اليمن ويرفض العدوان عليه